بسم الله الرحمن الرحيم سبق أني تكلمت عن أكثر من 60 ميزة جديدة في نظام iOS 14 واليوم راح تكلم عن 15 ميزة إضافية بعضها ضافتها أبل في الإستار التجريبي الثاني للمطورين واللي يعتبر الأول للأشخاص العاديين أو إنها مميزات أنا ما ذكرتها في الفيديو الأول فعشان ما أطول عليكم نبدأ ندخل في التفاصيل لكن ياريت لو تعطوا اللايك للفيديو وتشتركون بالقناة لو حابين تعرفون أخبار أكثر عن أبل وعن التقنية عموما أول ميزة أضافتها أبل أنه الآن أنت لما تجي تروح تدخل على تطبيق صحتي وبعدها تروح إلى تصفح من الأسفل بعدها تبحث عن غسل مثلاً اليدين فرح يعطيك معلومات أكثر عن غسل اليدين طبعاً غسل اليدين إذا كان عندك ساعة أبل وبدأت تغسل يدك فرح يعطيك عداد على الساعة يعلمك أنت المفروض أنك أنت تغسل يدك على الأقل 20 ثانية أو 40 ثانية ففيه عداد يطلع على الساعة فهنا أضافوا شروحات عنها وتقدر تعرف معلومات أكثر عنها من الأشياء التي أضافتها أبل في نظام iOS 14 واللي في ناس كانوا ينتظرونها وموجودة في الأندرويد من سنوات هي الوجت فالآن مجرد أنك تضغط هنا تضغط على علامة فالآن أضافوا في البيتا 2 وجت خاص بالملفات وأيضاً من المميزات التي أضافوها أنه على فكرة الآن لو جيت أضافة الملفات فلاح تكون هنا إضافة الأدات لاحظ لونها أزرق لكن لو على سبيل المثال أضافت البطارية فلاح يكون لون إضافة الأدات أخبر فلاح يغير اللون على حسب الوجت اللي أنت راح أضيف من المميزات التي أضافتها قبل في نظام iOS 14 واللي التي تكلمت عليها في الفيديو السابق هي ميزة التعرف على الصوت يعني بتذكير سريع لو جيت دخلت على تسئلات الاستخدام نزلت تحت ففيه ميزة التعرف على الصوت أضافوها ميزة التعرف على الصوت تنفع للناس اللي عندهم مشاكل في السمع بحيث أنه مثلا يختار صوت من الأصوات هذه وضيفه بحيث أنه لو ما سمع الصوت هذا راح يجيه شعار على الجوال مجرد أن الجوال يسمع الصوت هذا فلو لا قدرنا مثلا فيه الصوت صراخة أو الطفل يبكي والناس اللي عندهم مشاكل في السمع لا يقدرون يسمعونه راح يجيهم إشعار يلبهم أن الصوت هذا تم سماعه طبعا هذه تسالك من البطارية توقع بشكل كبير فتقدر أنك تعطلها وتلغيها على حسب حاجتك لها لكن الجديد أنهم الآن بإمكانك أنك أنت تفعلها وتلغي تفعيلها بمركز التحكم فالآن لو جينا دخلنا على مركز التحكم فباللاحظ أنه فيه أيقونة للتعرف على الصوت وتقدر أنك أنت تضيفها إلى مركز التحكم وتفعلها وتلغيها من المميزات أيضا أنه لو جيت دخلت الآن على البلوتوث وضغطت على حرف الآي هنا فالآن راح يعطيك معلومات عن الجهاز اللي أنت متصل فيه في السابق كان مثلا على الإيربودز لازم تروح لإعدادات عشان تقدر تعرف المعلومات هذه لكن الآن تقدر توصل لها من إعدادات البلوتوث من المميزات أيضا أنه الآن لو جيت دخلت على عام وبعدين دخلت على مساحة تخزين الآيفون ففي الأعلى الآن فيه خانة بحثة بحيث أنك أنت تقدر تبحث عن التطبيقات اللي لاحظت أنه حتى الآن ما تشتغل بالعربي مثلا لو جيت دخلت بحث مثلا عن التذكيرات فما راح يعطيني هنا أي اقتراح لكن لو جيت أنا مثلا بحثت هنا مثلا عن الولد مثلا لأن اسمها بالإنجليزي فراح يعطيني هنا كل الأشياء اللي تبدأ بالحروف الإنجليزية اللي أنا بحثت عنها أتوقع أنه في البيتر القادمة راح يدعمون البحث بالعربي عشان تبحث عن البرامج اللي تستهلك أكبر مساحة من الآيفون عندك أو لا حبيت أنك أنت تعرف أي برنامج أو هذا البرنامج كم يستهلك من مساحة تخزين عندك على الآيفون من المميزات أيضا لو جيت دخلت على الإعدادات وبعدين دخلت على عام وبعدين حول فعند المعلومات الشريحة راح يعطيك هنا حاجة جديدة اسمها قفل شركة الاتصالات هذه موجودة بره مثلا في بعض الشركات يكون جهاز الآيفون مكفور على شركة معينة مثل في أمريكا AT&T أو فرايزن فهنا راح يعطيك وضع جهازك فمثلا هنا عندي هنا جهازي يقول لا توجد قيود على بطاقة سم بمعنى أن يقدر ركب عليه أي شريحة فلو كان جهازك مقفر على شريحة واحدة من شركة معينة راح يكتب لك هنا اسم الشركة من المميزات أيضا أنك أنت الآن تقدر تحط صورة الجهات الاتصال عندك كأيموجي فالآن لو جئنا دخلنا على إيجاهة اتصال بعدين دخلنا على تحرير بعدين ضغطنا على إضافة صورة فبإمكانك الآن أنك أنت تضع صورة إيموجي فمن هنا مثلا على سبيل المثال بحط الصورة مثلا هذه وبعدين بإمكاني النمط أني أنا أغير اللون مثل ما إحنا شايفين الآن من المميزات أيضا في الرسائل فالآن أنت تقدر أنك أنت تثبت أي رسالة بحيث أنها تكون في الأعلى فعلى سبيل المثال هنا رسالة للبنك أنا حاب أني أثبتها مجرد أني أسحب إلى اليسار فالآن أضغط على تثبيت لو حبيت أني ألغي التثبيت مجرد أني أستمر بالضغط عليها وبعدين أختار إلغاء التثبيت أو في طريقة ثانية أنك أنت تجي تسحبها بالشكل هذا وتنزلها تحت فالآن انشال التثبيت عنها أو تم إلغاء التثبيت عنها من الأشياء أيضا التي أضافتها أبل في النوت اسمها Quick Style بحيث أنه مثلا أنت لو جيت مثلا هنا كتبت High مثلا فالآن على سبيل المثال هنا تستمر بالضغط على حرف A فالآن تقدر أنك أنت تحرك ما بينها بدون أنك أنت لا تشيل أصبعك يعني حاجة بسيطة لكن ممكن أنها تساعدك في الكتابة من الأشياء أيضا التي تم إضافتها هي الزوم في الفوتوز فالآن أنت تقدر أنك أنت تعمل زوم في iOS 14 بشكل أكثر من اللي موجود في السابق أيضا من الأشياء التي أعجبتني لأضافوها أنه الآن لو جيت ضغط على ثلاث مقاطلة موجودة في الأعلى هنا فأضافوا حاجة اسمها تصفية فمجرد أنك تضغط عليها فتقدر أنك على سبيل المثال تعرض فقط الفيديوهات تعرض الصور، تعرضها مفضلة وراح تقدر توصل لها بكل سهولة من الأشياء أيضا التي أضافوها في تطبيق التذكيرات أنه الآن لما تأتي تضغط هنا على تحديد التذكيرات فتقدر أنك تتحدد أكثر من تذكير وتقدر تحدد حالتها هنا بعد ما اخترت أكثر من تذكير مجرد أن يضغط على ثلاث مقاطلة موجودة في الأسفل هنا فأقدر أن يخليها مثلا تمييز كمكتمل أو يحط عليها علم بحيث أن يختار أكثر من تذكير وأطبق عليها أكشن واحد في نفس الوقت من الأشياء أيضا التي تم إضافتها في تطبيق الرسائل أنه أنت الآن لو جيت كتبت رسالة على سبيل المثال وبعدين استمرت بالضغط على زر الإرسال فإذا جيت تخترت الشاشة هذه موجودة من زمان لحيث أنك تقدر تغير بين الأشياء المعروضة مثل ما نرى الآن الآن تقدر تغير ما بين الشاشات الموجودة هذه أنك تأتي تضغط هنا على النقاط الموجودة فتقدر أنك تتحرك بشكل أسهل طبعا هذه موجودة أيضا في تطبيق على سبيل المثال الطقس لأنه في نقاط تحت فمجرد أنك تضغط عليها فتقدر الآن أنك تتحرك مثل ما نرى الآن بكل سهولة آخر حاجتين حبيت أن نجربهم على الجوال الذي فيه شريحتي حاليا اللي هو الآيفون SE ففي السابق إذا جيت كتبت الرقم هذا وبعدين جيت عملت اتصال فراح يعطيك معلومات عن الشبكة اللي عندك هذه ما تنفع المستخدم العادي هي فقط تنفع للناس اللي أتوقع شركات الاتصالات أكثر شيء لكن تم إعادة تصميم هذه الواجهة فالآن أصبحت الواجهة مرتبة بشكل أفضل من اللي كان موجود في السابق من أهم المزايا اللي موجودة في نظام iOS 14 أنه الآن لو جيتك مكالمة ما راح تأخذ كامل الشاشة وهذا الشيء كنا نطلبه من فترة طويلة لكن الناس اللي ما يمعجبتهم هذه الحركة ويحبون أن لو جيتهم مكالمة أنها تأخذ كامل الشاشة فكل عليهم منهم يروحون إلى فون وبعدين عند الإنكمين كولز هنا أو استقبال المكالمات فيقدرون يختارون أنها تكون كامل الشاشة أو أنها تكون بنر اللي هو اللي هو فقط يجيك الشعار في الأعلى فهذه الميزة أنا شرحت على الجوال الرئيسي لأن هذا الجوال اللي فيه شريحتي هذه تقريبا 15 ميزة جديدة في نظام الـ iOS 14 أنا ما تكلمت عنها في الفيديو السابق اللي شرحت فيه أكثر من 60 ميزة جديدة فحتى الآن تقريبا في 75 ميزة جديدة أنا اتطررت لها في نظام الـ iOS 14 أتمنى أن أكون أطوت عليكم في الشرح لو كان عندكم أي سؤال واستفسار اكتبوا تحت في خارج التعليقات أو اسألوني على حسابي في السناب ونشوف إن شاء الله مع فيديو قادم اشتركوا في القناة